أعزائي إرادة المسيح للتلاميذ أن يذهبوا ويتلمذوا جميع الأمم قال في إنجيل مرقص صحاح 16 اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وأيضا عندما تغيرت حياة شاول الترصوصي بولوس الرسول قال يسوع لبولوس أقمتك لتكون نورا للأمم لتكون خلاصة إلى أقصى الأرض أقمتك أيضا لتذهب إلى الأمم وهذه الدعوة أخذها بولوس الرسول حرفيا وابتدأ بخدمة المسيح مبتدئا من دمشق والمناطق المحيطة لكن من أنطاقيا ابتدأت رحلات بولوس التبشرية وكانت الرحلة الأولى في منطقة آسيا والرحلة الثانية وصل إلى أفيسوس لكن لما زار اليهود في المجمع قال بإذن الرب رح يرجع مرة تانية وبالفعل زار أفيسوس في الرحلة التبشرية التالتة ومكث في هذا المكان تلت سنين يشتغل ويعلم وكان الله يصنع على يدي بولوس آيات غير معتادة اشتركوا في القناة